عقوبات أمريكية ضد واحدة من أكثر المنظمات الصينية سرية وتوسعية وهي فيلق شينج يونج للإنتاج والبناء المعروفة اختصارا باسم XPCC وثلاثة من مسؤولها وبحسب المصادر الأمريكية فإن هذه العقوبات قد تكون أكبر قضية في تاريخ المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية والمختص بشؤون العقوبات المالية التي تفرضها واشنطن المنظمة الصينية شبه العسكرية المملوكة للدولة تشارك في استثمارات ضخمة جدا وفي مختلف المجالات من البناء والبنية التحتية إلى الزراعة والصناعة حيث تمتلك المنظمة أكثر من 800 ألف شركة ومجموعة موزعة في 147 دولة حول العالم بحسب البيانات الأمريكية العقوبات الأمريكية ضد الشركة تتعلق بتورطها في قمع مسلمي الإيغور وإغلاق المساجد والمدارس الدينية والإسلامية وكذلك إقامة وتشغيل معسكرات العمل القسري للمعتقلين الإيغور في إقليم تركستان الشرقية المعروف في الصين بشينجيانج والذي يصل عددهم إلى نحو مليون شخص تمارس السلطات الصينية ضدهم صنوفا من التعذيب والإخضاع لدورات مكثفة لإعادة التأهيل الفكري والعقائدي بهدف طمس هويتهم الإسلامية وعلى الرغم من أهمية الخطوة الأمريكية للضغط على الصين إلا أن تلك العقوبات ستواجه صعوبات كبيرة جدا بسبب كبر حجم المنظمة الصينية التي يصفها خبراء بأنها دولة داخل الدولة كما أن XPC منظمة سرية يصعب تتبع نشاطها أو معرفة الشركات المملوكة لها على وجه التحديد ما يعني أن الخزانة الأمريكية ربما تكون أمام مهمة مستحيلة ما لم تجد دعما من تلك الدول التي تنشط فيها هذه المنظمة ومن بينها بالطبع دول إسلامية موسيقى